وفي محافظة الفيوم تتواصل فعليات مبادرة كتف في كتف تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وتهدف المبادرة لرعاية الأسر الأولى برعاية ودعم التكافل بين أبناء الوطن الواحد تنفيذا للتوجهات الرئاسية تتواصل فعليات مبادرة كتف في كتف تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في العديد من المحافظات ففي محافظة الفيوم انطلقت المرحلة الأولى من فعاليات المبادرة التي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر جايين نهاردة محافظة الفيوم في نادي أرون ضمن فعالية كتف بكتف تبع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جايين نهاردة لتعبائة عشر تلاف كارتونة بمساعدة متطوعيننا اللي هما ما يقرب من ألف متطوع عندنا فعاليات على هامش اليوم زي كارنفال الأطفال عملنا دعوة لدور الأيتام عشان نقدر نجيب الأطفال ونوزع عليهم هدايا ضمن فعاليات يعني الكارنفال وشملت الفعالية أيضا تنظيم معرض للحرف اليدوية التراثية التي تشتهر بها محافظة الفيوم مثل صناعة الفخار والخزف والسجاد اليدوي والخوص وغيرها من الصناعات البيئية التي تميزت بها المحافظة منذ سنوات طويلة عملنا معرض حرف اليدوية لعرض أهم المنتجات الحرفية التي تشتهر بها محافظة الفيوم كنوع من أنواع الترويج السياحي ومنها السجاد الحرير وده في قرية ديسيا عندنا في الفيوم عندنا منتجات الخزف وده موجودة في قرية تونس عندنا الفخار البلدي وده في قرية النزلة وعندنا منتجات الخوص والنخيل وده في منطقة الإعلام وحرف يدوية أخرى زي اللي موجودة في التضامن الاجتماعي ونحن طبعا بنستغل فرصة العدد اللي موجوده النهاردة نعمل أكبر ترويج وتنشيط للمحافظة وتادف مبادرة كتف في كتف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية والتكافل بين أبناء الوطن الواحد وذلك لإدخال البهجة والسرور على منازل الأسر البسيطة استعدادا لشهر رمضان المبارك